وزير الدفاع التركي نوردين جانكيلي حذر من اشتعال حريق في المنطقة لا يمكن السيطرة عليه على حسب تعبيره كان ذلك خلال جلسة طارئة للبرلمان التركي حول تمديد صلاحية التدخل التركي في كل من العراق وسوريا أكد خلاله جانكيلي بعدم سماح بلاده بإقامة كيان كردي على حدودها لأن ذلك سيهدد الأمن التركي هذا وأكد وزير الخارجية تركي بن علي يلدرم على أن برزاني يسير في الطريق الخاطئ وإنه سيدمر نفسه ويدمر الأقليات الموجودة شمال العراق على حد تعبيره